حدثنا هيثم يعني ابن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن ابن حرملة عن ابي ثفل المري انه قال سمعت لاباح ابن عبد الرحمن ابن حوتي بن يقول حدثتني جدتي انها سمعت اباها يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اصم الله عليه ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الانصار حفصنا يونس حدثنا ابو معشر عن عبد الرحمن ابن حرملة عن ابي ثفل المري عن رباح ابن عبد الرحمن ابن حوتي بن عن جدته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لا يحب الانصار ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اصم الله عليه حثنا عفان قال حدثنا اوهيب قال حدثنا عبد الرحمن ابن حرملة انه سمع ابا ثفل يحدث يقول سمعت رباح ابن عبد الرحمن ولم يقول عفان مرة ابن ابي سفيان ابن حوتي بن يقول حدثتني جدتي انها سمعت اباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اصم الله عليه ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا لا يحب الانصار